موسيقى هذا التقرير دعونا نضعه في السياق أولا هذا التقرير يأخذ منه المؤمن والكافير والكافير يأخذ منه كثير يأخذ منه لأن هذا التقرير سيأخذ إلى قريته سيأخذ على ما يبني وراء البناء ديال التقرير ما كانش عابات أولا قبل ما يبدالك التقرير في الهضراء وذلك الشيء اللي بغوا السياسي قالوا بالله يخليكم أن العنوان ديالي هو رأي استيشاري أولا ارتفاع الأسعار ديال المواد المحروقات وكثيره هو دير هذا القيمة القيمة أو حكم القيمة وقالوا بالله الله يخليكم أولا هذا تقرير استيشاري ثانيا هو بإرادة ذاتية بإحالة ذاتية وليس تقرير بإطار نزاعي وذلك الناس أنا بدأت أن أضحك عليش يقول لك الناس ما مرتبشي جزئات وهو تقول في البديع ديال التقرير بإنه راه هو غير رأي في إطار الإحالة الذاتية اللي ما داخلاش شيك تكسبها ما داخلاش في في رأيييييييييييييييي مرفوع إليه وهنا بعد أخذك تساءل هذا هذا ريان لماذا لم يمشون إلى الرأي النزاعي إذن هذا كانت عنده واحدة جراء ليقول رأيها وقال له بأن هذا الهدران اللي سنقول لنا يمنية على لقاءتي مع وزيرة الطاقة مع أرباب المحروقات مع عدد هذه الجلسات اللي دار مع المسؤولين اللي على أساسه أعطوهم تقرير لكن هات التقرير تقلعتنا المعطيات اللي ما بغيناش ندخلوهم في الدماغ ديان في الجانيب اللي تي سقط أوهام أوهام والات جزء من التداول السياسي 17 ملياعة 19 ملياعة 70 ملياعة كده قل كا ودي رأي هات التقرير ده بأنا اللي درت من 2018 تلقى حتى الربع شهور اللولى من 2022 رأيت لدرسة تقولوا ما كينا وهذا هو من الشر المحليسة تقولوا ما كينا ما كينا وأعطا الأرقام بل أنه فاجأ بأنه النسبة أكبر نسبة ديال أرباح ما كانتش عن أفريقيا وأنا ماشي نفعلها في الإفرق لا رأقل لهم تطاب له أقول ولكن في المقابل قل لهم أوكي يقول لك شوف مزيئان لا شوف مزيئان لا ما قلديش مزيئان في المقابل تقول لهم شوفوا رأكين واحد ثلاثات شركات تتمركز لاستمر فاتش وفيها ضعف التنفسية ومنحقوه كمجليس وكمؤسسة دو السورية أنه يقول رأيه بلا غابة التنفسية وهذه التنفسية واش عيبة في المحروقات القطاعات جميع القطاعات فيها وكل القطاع القافي الاحتيكار رايح تاكرو فيه ولكن مزيئان جي من المؤسسة دو السورية هذا بعد ذات يسخطنا واحد الوهب بأن وراء تصحاب المحروقات ديالي الدولة في جيبو بأن تسوحنا ما تهدر عليهم وكين فرعنيك يا عمر لا مفرعنينا عمر لا مفرعنينا دولة بجيبو واتمح لها بزاد علي بيير الدولة بجيبو ما دانيش دولة بجيبو بي عندي عمر ومؤسسة تتقول لهم بالله ما هذا هذا الجانيب ملكا ولكن شي قلنا تقرأ تقولنا يا جال إخوان قبل ما ندخل معكم في الأقعام أنتذكر معكم على واحد لعشر سنين ندبراحيز بالعيد العدلة والتنمية في وزارة الطاقة وكانت يعطي مية وخمسين رخصة ديال المحطة ديال الوقود السنوية أجو هدروا معكم وغنقول لكم بأنه ما ساهم في مركوز والاحتيكار هو السلطة التقديرية ديالوزارة الطاقة اللي كانت تسعطي التراخيص بناء على علاقات شخصياتي يقولها تقرئ يعني راح تقول بن كيران خرجها هاته وفاشدهين تليا بن كيران قال لا بإنه رحو أعطاه الحق باللتي فاش يقول لك بإنه الوزارة ديال الطاقة ساهمات في العدام الشفافية بعدين يخصنا تحق نخصنا العوزلان كلي كان شد عشر سنين طول ساب كلي كان شد عشر سنين يلتق شكلي كان راح زياد ناوب على الرباح وعمارة الرباح ومبعد طيب تقول لك هادو راهم كانوا تيعطيو التراخيص بناء على المزاق المزاق سلطة تقديرية لم يمنحهم القانون تلك السلطة ولكن أشي قلنا تقرأ سيقول لك آل إخوان هادو المشاكيل وهادو الأعطاف اللي ستعيشوها اليوم راجع في واحد جزء ديالها لأن قوانين متهالكة وتتصور معايا بإنه الحمد الآن مثلين تنتحكموه بقانون ديال 1973 وتتصور معايا بإن هادو الملف الاستراتيجي يضبار بقرار لوزار الطاقة هذا ملف الأمر القومي سيادة الطاقة الأمر القومي للبلاد بقرار درنا القانون في 2015 بعد بنكران والتحرير كل المجلس ماذا يقول هادو القانون دي دا البنكران لم يدخل حيزتني ولكن عمار لا بالله تيانا عن جمال بالله تيانا عن جمال قاعد قرأت قاعد جمال بشوية مبقاش يانا واختراس هادو نساعة قاعدنا عن جمال لا تفضلاتك عمار أولا حتى نتنزلك على الوقت دي عدد ثانياً فاشا جي لا لا مهمتش لك ترغب فاشا جي تقرير تقرير؟ عندهم ملاحظات عالبي كين التركيز كين ولكن هوا مش الربح بالنظر إلى بنية الأسعار اللي فيها الاستيراد وفيها الضربة على الاستهلاك والضربة على القيمة المضافة والأرباح وهاد بعدها نضلو على القضية فاشا تسمع إفريقيا ولا تطال ولا زبا فتحان كنتها فقط راه إفريقيا سيقوم تدخل فيها أخنوش رقلهم مراكين أربعا دي الطرق لتدبير المحطات كل المحطات اللي ستكون عند أخنوش كل المحطات اللي شاريها مولها والثولي سيترزق الله كل المحطات اللي واحد دياله والشركات ستتستغلى إذاً عدد من الطرق اللي كاينة وليس يدبروا بها لا ولكن قلنا واحد الأسطورة وربما الناس ما بغاش يهضروا على هذا شي لأنه الناس بغاوا واحد الجانب آخر في المشهد حس كان يكون تقرار يخرج بعنوان أخنوش الشفار أشخلنا تقرار ما أخرج شي في تقرار قبل ما تقرار ما هو له لحوية يجرى مهمة في تقرار سعر القازوال ولا البنزين ما تحدوش سعر الخام أول مرة تقرار سيقول كادشي قال لا الإخوان رمشي لأنه سبعين الخام غادي هبطانا قال لهم لا هنا تتكلموا على سعر رافيني في أسواق روتردام وتيذكر لأنه سوق مرجعي قال لهم هنا غادينا تتكلموا على شعر ولكن مسألة الأخرى واللي اللي الناس عاودوا ما يش هادروا عنها وقال لهم سواء كانت لاصامير أو ما كانتش يعني حال دابة حالي كانت لاصامير بمعنى جعل لاصامير بدون معنى وجزء من الخطاب والبناء اللي تبنع حول هاد القادية المحروقات تبنع لاصامير إذن هاد هاد المجلس اللي سيقول هاد الهدراع أخذ الكلام ديالو بالإيجابي ديالو وبالسربي ديالو طالبي إنه ما كانش هناك تنفسية وهاد تنفسية جزء مرتبط بجشع شركات وجزء بجبن الفاعل السياسي اللي مقدرش يدير القوانين إذن مجيش تقرير السيطلاعية ويدير بير بوليميك سياسي شوف إلا كانوا تيحش مصحاب تقرير غادي قرار تقرير البرلماني هاد يتقول له فين هاد السبعة عشر في تقرير ديال 17 المليار راع أعطال هوا ميش ديال الأرباح ولكن أنا بتافق بأنه التركيز راع قالوا وقال له خسكون توسعوا وخسكون هوا ميش المنافسة وصح بالقرارات إن شاء الله سيبسك عليك الله فاتش بغيت بغيت دخول مستثمر يعطيش يقول لك القانون يجب تكون عندك ثلاثين محطة ويجب تكون ريزرفوار ديال تخزين يهز ألفين متر كب عم هار بيتي مستثمر لا دم أنا دم أنا سابق را تقرير لأن هاتش كله ماشي ديالي ديال التقرير ولكن أرى أهم حاجة أنا التقرير مهم واللي واللي كانوا مسؤولين عليها سياسيين ووزراء يرى ما عندناش تقدين ورا تنعيشو بحال طالب معاشو نهار بنهارو نهار بنهارو أقصى مدة في ثلاث ثلاث سنوات الأخيرة هي عندنا ثلاثين يوم مع أن النصور عندنا الكيروزين يطيارات ستين يوم عمار واش عبتيش نيات تعيش بعدها عمار تعيش بعدها وعلاش هاتشي أنا نقولك بعدها واحد مخطاو ونسلم لأنه الشركات باغين يربحو وباغين يربحو باللايف لم تيتي يقولك أنا علاش غادي نخزن نشير الثمان شركة ما عندها وانا دير ستين يوم وغسني نطيح ثمان شركات ويكل قوانين مكنيش قوانين تتفرض عليهم عمار شركة الشركة باغا تربح مسهوم جدا أن الشركة باغا تربح ماذا باغا تربح كثما وعليش دين يخلق لكن الله يجعل أدورك كدورة غفلة بالبيغ غفلة بالبيغ أدورك كدورة فدخولية في الموضوع هذا منيش؟ السلسلة دلإنتاج ما توهم منيش؟ دي الأفكار في هذا الموضوع الموضوع ويش دا ما توطال جاية عندك هنا باش مترمع لالله يعطينا زهر توطال واش شال جاية عندك مترمع أعمار أسمح دالي أراه جاية أراه جاية أراه جاية عندك وينكسون وينكسون وينكسون